التقى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح اليوم مع وزير خارجية جمهورية أوز باكستان الصديقة فلاديمير نوروف وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى المنعقد في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات كما التقى اليوم مع وزير خارجية قيرغيستان الصديقة جين بيك قولوباييف وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى المنعقد في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات والتقى اليوم مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية كازاخستان الصديقة مختار تيليو بيردي وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى المنعقد اليوم في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياضة وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات كما التقى اليوم مع وزير خارجية جمهورية طاجكستان الصديقة سوراج الدين مهر الدين وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى المنعقد في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياضة وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات والتقى اليوم أيضا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية تورك مانستان الصديقة رشيد ميريدوف وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى المنعقد في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياضة وقد جرى خلال هذا اللقاء بحث العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات